في أغسطس 2012 15 ألف بني آدم عانوا من مشاكل في التنفس بسبب تأخير بسيط في اتخاذ القرار أهلا بكم في فيديو جديد شركة ريشموند التابعة لشركة شيفرون بتعمل بروسسينج على الكرود أويل عن طريق موجود أول يونت في الريفاينري هي الأتموسفيريك ديستيليشن الأتموسفيريك ديستيليشن هو كولوم الكرود أويل بيخش عليه وبيحصل له سبريش للميكشير بتاع الكرود أويل وبيطلع منه منتجات كتير بيحصل عليها فردر بروسسينج من المنتجات اللي بتطلع من الأتموسفيريك ديستيليشن هي الجيت فاول الديزيل الجاز أويل يوم 6 أغسطس سنة 2012 الساعة 53 دقيقة بعد الظهر الفيلد أوبريتور كان بيعمل الروتين شيك بتاعه في البلانت ولاحز وجود دروبلتس من الهايدرو كاربون على الأرض بص فوق لقى أن الدروبلتس جاية من 8 إنش بايبلين أيزوليتد على بعد 15 أدم من الأرض البايبلين ده كان السايت كات بتاع اللايت جاز أويل اللي طالع من الأتموسفيريك ديستيليتر وبصرعة الأوبريتور بلغ السوبرفايزر في الريديو إن فيه ليك في اللاين دوت السوبرفايزر اتصل بالفايرفايترز اللي وصلوا الساعة 4 و7 دقايق عشان يشوفوا الليك اللي موجود اتجمع الناس عند مكان الليك وبدأت الاقتراحات الأوبريتور اللي كان موجود اقترح إن هم يوقفوا اليونت عشان يشوفوا الليك اللي موجود وخاصة إن مفيش بلوك فالفز تقدر تعزل بيها البايبلاين اللي موجود وبالتالي كان لازم إن انت توقف اليونت كاملة لكن المسؤولين كان عندهم قرار تاني ياريت توقف الفيديو دلوقتي وتبدأ تفكر إيه الأكشن اللي انت ممكن تاخده في الموقف اللي زيده المسؤولين قرروا إن هم ما يوقفوش اليونت وقرروا إن هم يشيلوا الايزوليشن اللي موجود على البايبلاين عشان يحددوا حجم الليك اللي موجود وعلى أساسه هيحددوا إذا كان هيوقفوا اليونت ولا مجرد إن هم هيحطوا كلامب على اللاين وتبقى المشكلة تحلت وبالتالي العمال بدأوا يعملوا سكافولدنج عشان يقدروا يشيلوا الايزوليشن من على البايبلاين والفايرفايترز طلقوا على السكافولدنج وبدأوا يشيلوا الايزوليشن والفايرفايترز وهم بيشيلوا الائزوليشن ظهر فيبر كلاود من تحت الائزوليشن وبسرعة الفايرفايتر كلاود مع اختلاطها مع الهوى عملت اشتعال لكن لحزن الحظ ان الفايرفايترز اللي موجودين في المنطقة كانوا فردين الخراطين بتاعت الاطفاق وبسرعة طفوا الحريقة الصغيرة اللي موجودة والاثنين فايرفايترز اللي موجودين فوق الاسكافولدنج نزلوا تحت الفايرفايترز مع السوبرفايزر والمسؤولين اللي موجودين فكروا ان هم يشيلوا باقي الائزوليشن اللي موجود على البايبلاين عن طريق مياه الاطفاق اللي موجودة في القراطين وبالفعل بدأوا دخل مياه على البايبلاين عشان يشيلوا الائزوليشن اللي موجود ولكن فجأة الليك زاد مع زيادة الليك وظهور فيبر كلاود كبيرة موجودة واختلاطها مع الاكسوجين اللي موجود في الهواء حصل اشتعال كبير الناس اللي موجودين في الاريا بتاعت الليك بدأوا يهربوا من المكان لكن في فايرفايتر واحد كان موجود جوه عربية الاطفاق وماقدرش يخرج نتيجة للنار اللي موجودة الفايرفايتر اللي موجود جوه العربية حاول يتصل بالريديو باي حد عشان يساعده لكن مفيش حد قدر يساعده لحسن الحظ الفايرفايتر كان لابس الهدوم الواقية كاملة وبالتالي قدر يوجد له مخرج من النار اللي موجودة ويهرب من مكان الحريقة الفايرفايتر اللي كونت نتيجة للليك كنت تقدر تشوفها من سان فرانسيسكو ودي منطقة بعيدة جدا عن منطقة الحريق في التحقيقات اللي حصلت وجدوا ان الكاربون ستيل اللي كان معمول من سنة 1976 وصل للبوينت اوف فيلير لكن المسؤولين ما قرروش ان هما يغيروا البايبلاين وقالوا ان هو ممكن يستحمل لخمسة سنين قدام لو كان قرار الشوت داون اتاخد لحظة ظهور الليك ما كانش حصل الحريق وما كانش 16 عامل اتعرضوا للخطر وكانت المدينة فطلت في امان موسيقى